في هذه الدولة المنفتحة في جنوب شرق آسيا تظل الأعراف الاجتماعية دون تغيير كختان الإنات المحظور في بلدان كثيرة ورغم انتشار الختان على نتاق واسع بين أبناء مجتمع الملايو في سنغافورة لا تدرك نساء كثيرات أنهن تعرضن للختان حتى سنوات المراهقة صدمت للغاية وشعرت فعلا بأنني مغتصبة شعرت بالخيانة سألت والدتي عن السبب فقالت لي إن ذلك من التقاليد الدينية يؤكد مدافعون عن حقوق الإنسان في سنغافورة أن عملية ختان الإناث تشكل انتهاكا لحقوق المرأة ويجب أن تتوقف ولهذا نظموا حملات على مواقع تواصل الاجتماعي ووزعوا منشورات لمكفحة الأفكار المتداولة بشأن هذه الممارسات وعقدوا حلقات نقاشية لدعم الفتيات اللواتي تعرضن للختان وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما لا يقل عن 200 مليون فتاة وامرأة خضعنا للختان في 31 دولة في مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا وتعتبر منظمة الصحة العالمية أن هذه الممارسة تنطوي على أخطار صحية وتنتهك حقوق الفتيات كما تمثل شكلا متطرفا من أشكال التمييز على أساس الجنس ترجمة نانسي قنقر